في حلقة اليوم من المناهل تشاهدون فصيح يخرج من حقيبته كلمة فيل سفينة خريف مغامرات أبي الحروف البداية حينما كان أبو الحروف صغيرا كان يحب الجلوس واللعب بالحروف ولما كبر أحب الكلمات كان يبحث عن الحروف في كل مكان أرب سماء كان يقرأ كل كلمة يراها فتعلم أن لكل كلمة معنى دخول خروج وحينما أصبح أبو الحروف فتيا أدرك أنه يستطيع الجري بسرعة فائقة والقفز عاليا وحين بلغ السادسة عشرة اكتشف أنه يستطيع الصيران موسيقى جزمة فاز بجوائز عديدة حتى أصبح يعرف بأبي الحروف المذهش وبينما كان أبو الحروف يستعد لتناول وجبة من الرز واللحم مع أفراد عائلته فوج أبي خربوط يتجسس من النافذة عندي شهية غريبة للفوضى سترون ما أستطيع عمله لا ما الذي يخطط له خربوط الشرير الآن وجه جهاز تخلير الكلمات وغير حرف اللام من كلمة لحم إلى فاء محولا إياها إلى فحم سوف يشبعون فحما كان أبو الحروف مستعدا كعادته لخداع خربوط وحيال أقوى من الشدة أطول من المدة أحد من السين أهدأ من السكون أسرع من لمح العين إنه الرجل الطائر إنه الرجل العجيب إنه أبو الحروف فأخذ الفاء من كلمة فحم ووضع مكانها اللام معيدا الكلمة إلى لحم شكرا يا أبو الحروف لم أشفي غليلي منك يا أبو الحروف هل يشفي غليله من أبو الحروف تابعوا معنا الحلقات القادمة من مغامرات أبو الحروف مغامرات أبو الحروف لعبا لعبا ألعب 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 مرحبا أهلا كنت أستمع إليك أيها الفتى أنا المفتش فصيح والاشتغال باللغة هو مهنتي ولهذا أحمل حقيبة الجذر لام عين با أنا أيضا معجب بكلمة ألعب ألعب نعم نعم هل تعلم أن بإمكانك أن تستعمل كلمات أخرى يلعب على سبيل المثال يمكنك أيضا أن تستعمل كلمة لاعب 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 نعم نعم يبدو أنك تحب اللغة كثيرا انظر هذه كلمة أخرى ستعجبك كلمة أخرى مشتقة من نفس الجذر لعب 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 أجل أجل هناك كلمات كثيرة تشترك في الجذر الواحد هذه كلمة أخرى ستعجبك اللعب أنا أقدر تحمسك للغة أعتقد أن مهمتي قد انتهت نعم لقد ذكرت لك معظم الكلمات التي يمكن اشتقاقها من ذلك الجذر ملعب 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 إن لهذا الفتى قدرات رائعة إنه فصيح صغير أيها الفتى عد إلى هنا تعالى إنه أبقري صغير مثلي أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج صراع الأزرار برنامج المسابقات الذي يقدم جوائز قيمة لمن يضغط الزر أولاً ويعرف اسم الصف أو المجموعة التي تنتمي إليها كلمات المسابقة والآن فلنتعرف على المتسابقين في صراع الأزرار المتسابقة الأولى رشيد السعد أهلاً وسهلاً المتسابق ثاني منير كمال أهلاً وسهلاً والآن أظن أنكم تعرفان الشروط المسابقة هل تسمح أن تعيدها؟ بالتأكيد سأقرأ عدداً من الكلمات تجمع بينها صفة مشتركة عندما أنتهي من قراءتها ستحاول معرفة الصف أو المجموعة التي تنتمي إليها تلك الكلمات ولكن عليك أن تضغط الزر أولاً مثلاً لو قلت نسر سقر بوم طاووس فالإجابة الصحيحة هي طيور واضح حسناً انتبه استعد سنبدأ هي الكلمات التي تقال عند بداية المسابقة هذا صحيح ولكننا لم نبدأ بعد آه آه عفواً عفواً الآن سنبدأ الكلمات هي طبل بوق ناي عود أشياء أشياء يجب أن لا تعطيها لأولاد جيرانك ولم لا يا سيد بونير لأنهم يحدثون ضجة عالية تمنأك من النوم لا 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 يا بونير لا أعيد طبل بوق ناي عود آلات موسيقية آلات موسيقية رائعة رائعة صحيح صحيح رائعة فلنتابع المجموعة التالية هي باخرة طائرة سيارة قطار وسائل نقل وسائل نقل رائعة رائعة هذا صحيح صحيح رائعة 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 جدا وهكذا تحصلين على النقطة الثانية والآن المجموعة الأخيرة لهذا اليوم هي سلحفة تمسح حرباء ثعبان مخلوقات زاحفة لا أحب لمسها يا سيد منير إننا نبحث عن إجابة محددة زواحف 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 هذا صحيح زواحف هي الكلمة الصحيحة رائعة رائعة هذا صحيح هذا يعني نهاية المسابقة بحصولك على ثلاث نقاط مقابل لا شيء للسيد منير وسنقدم لك مجموعة من السيارات والطائرات والقطارات والبواخر جوائز في برنامج مسابقات يا سيد منير لقد انتهى وقت البرنامج وسنقدم لك شكرنا لاشتراكك في المسابقة وكتابا يشرح قواعد هذه اللعبة جوائز يحصل عليها الفائز الثاني يا منير يا منير لقد انتهى وقت البرنامج وتستطيع الآن أن تذهب طرق مختلفة لنقول للمشاهدين أن البرنامج التلفزيوني قد انتهى أهلا بكم في ركن الهواة حيث نستضيف مرة أخرى فريقا سريا اسم هذا الفريق مكتوب على لوحة خلف تلك الستارة وسوف نكشف عن الاسم عند انتهاء الأغرية إذا فلنبدأ ها هو فريق اليوم السري أنا أنا السيارة أسير في الشوارع لأحمل الإنسان وأنقل البضايا أنا أنا القطار وسكة الحديد ترسم لي الطريقة في السفر البعيني أنا أنا شاحنة حملي أنا طقيل لكنني قوية في دربي الطويل حافلة كبيرة مقاعدي كثيرة أنا لدى الركاب محبوبة أثيرة موسيقى أنا استفينة أنا استفينة أنا أروف الباب أنا أحب البحر وعاشق البيناء موسيقى أنا أنا الطائرة أطير في الهواء أسابق الغيوم أغانق السماء في البر أو في البحر في هذه السماء سننقل الإنسان في هذه الأرجاء وإننا نغني لكم يا أشدقاء قيادة العرض الرائع ألم يعجبكم ذلك؟ دعونا نحيي السيارة القطار الشاحنة الحافلة السفينة بقيادة الطائرة واسم هذا الفريق السري كما تعرفون هو المواصلات خلال موسيقى 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 أنا أنتظر الحافلة هو ينتظر الحافلة هي تنتظر الحافلة هما ينتظران الحافلة لقد ذهبت الحافلة وأنا ما زلت أنتظر الحافلة تذاكر إلى أين تذهبان؟ أنا ذاهبة إلى فاس إلى أجمل مدينة في العالم إلى فاس إلى أجمل مدينة في العالم نحن ذاهبتان هذا غريب تذاكر أيتها السيدتان فاس هي أجمل مدينة في العالم إنها المكان الذي أذهب إليه إلى أجمل مدينة في العالم إلى فاس أنا ذاهبة تذاكر أيها السيدان إلى أين تذهبان؟ ألا تعتقد أن فاس هي أجمل مدينة في العالم؟ هكذا يقولون قل لي يا صالح لماذا يعتقد الركاب أنهم ذاهبون إلى فاس؟ اسمي ليس صالحاً وهذه الحافلة متوجهة فعلاً إلى فاس إنه يسوق الحافلة لقد سيقت الحافلة نحن الفنانون نحن العاسفون بهذه الأفضار سنملأ الأفضار أنا الذي أنا الذي أنا الذي أنا الذي أنا الذي أصابعي تداعب المزمار وتضرب الأوتار تحرك الوجدان بهذه الألحام أنا التي أنا التي ستجعل الكمان يردد الألحام يحرك الوجدان بهذه الألحام نحن الذين نحن الذين نصنع الأنغام نجعل التلام يداعب الوجدان بهذه الألحام نحن اللواتي نحن اللواتي نجعل الألحام نحن اللواتي على المدى أنغام تحرك الوجدان بهذه الألحام أوه نحن اللواتي ونحن اللواتي نحن اللواتي يداعب الوجدان ممنوع اللعب بالكرة ممنوع اللعب بالكرة ممنوع اللعب بالكرة في يوم من الأيام لعب يلعب لاعب لاعب كلمة اليوم هي؟ اضحكت ليلى هشاما اضحكت ليلى هشاما ضحك هشاما ضحك هشاما ضحك هشاما ضحك هشاما اسمع هشاما بدرا اسمع هشام بدرا سمع 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 بدرا اغضب بدرا سعيدا خضب بدرا اغضب بدرا سمع unterschiedرا قضب بدرا قضب سعيد قضب سعيد قضب سعيد اخرج سعيد ليلة اخرج سعيد ليلة اخرج سعيد ليلة خرجت ليلى أعادت زينب وليلى أعادت زينب وليلى أضحكت ليلى سادا أضحكت ليلى سادا ضحك ساد ضحك ساد ضحك ساد ضحك ساد سميح نعم لدينا في هذا الكتاب ثلاث نصائح قيمة استمع إليها النصيحة الأولى كن مؤدبا في معاملة الآخرين هذه نصيحة منطقية لا تعامل الناس بما تكرهه منهم هذا ما قلته منذ لحظة أعلم ذلك لكنني قلته بشكل مختلف النصيحة الثانية انتبه عندما تعبر الشارع نصيحة ممتازة لا تنسى الحذر عند عبور الشارع هذا ما قلته منذ لحظة أعلم أعلم أنك قلته بشكل ممتاز لكنني أقوله بشكل مختلف النصيحة الثالثة النصيحة الثالثة في العجلة الندامة طبعا طبعا إياك والعجلة سميح هذا ما قلته منذ لحظة أعلم لكنني أقوله بشكل مختلف والآن لقد انتهينا من النصائح هذا صحيح ليس عندنا نصائح أخرى في الكتاب لكنني قلت ذلك منذ لحظة أعرف لكنني قلته بشكل مختلف هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح كالبغنية المناهل هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة في لفتة الخيال في عالم الجمال في اللذة اللطيفة في اللمسة الخفيفة في الدهتة الظريفة في كل ما نروا هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة ترجمة نانسي قنقر